اشتركوا في القناة والله شوفي الامل كتير الواحد دائما التفاؤل حلو التفاؤل وبالخير تجدوه فالمنظر اللي شفناه مع المغتربين وبهالبلاد الواسعة واللبنانيين المنتشرين فيها على هالاقدام اللي يعني كتير كان رائع وكانوا بشكل كتير منظم وكتير يعني هذا شي بيصرش الصدر وبيفرح القلب وبتمنى بلبنان ان شاء الله انه بكرى الاحد كمان الله هاكي بعثنا ناس يهتموا بالانتخابات ويقولوا انه الوطن بحاجة بقى تعب كتير بدوا بقى ناس يجي ينقزوا من هالوقع اللي واقع فيها اللي غير رب العالمين ما بيقدر ينقزوا منها الا المخلصين واللي بيغاروا على هالوطن بس يا صديقتي شوية في صعوبة انت رح تنتخي بقى بسليم؟ حبيبة قلبي انا اذا قدرت كنت بصحة نيحة لانه انا عندي قصة بس امشي اكتر من خمسين كيلو متر السيارة بصير عندي بديني هيك شغلات بيسموه الاثنى عشر بتعطوا بيوززوا بكذا شو بدي اعمل يا صديقتي اكتر من عشرة خمسة عشر كيلو ما بقى عم بقدر امشي بسوق بالسيارة لو كانوا عاملين ببيروت او لو كانوا عاملين مثل العالم واحد ببيتوا عالكمبيوتر بيانتخي بس ان شاء الله بالقيام الجاية هالطريقة هايدي بتمشي عنا بلبنان وحاجة بقى كل واحد يحتاج انا ما فيني روحوا انا ساكن بالجنوب بدي روحوا على جنوة بيقلوا بعتلي سيارة بيصير الواحد الكتراني مثل ما بيقولوا كمبيوتر بانتخيب وبتكون العملية قهوة بتقولي اللي صار بترابلوس بفاجأة المركب لا حيأثر على انتخابات بأي شكل من الأشكال؟ لا حبيبتي انا بطلب من الطائفة السنية كلها تنتخب ما بيصير يتقاعصوا عن الانتخابات حبيبتي قلبي مرة اخوانا المسيحيين اجوا بدون يعملوا الشغلة انو نحنا ما حننتخب وخليهم لا شوف اذا بيقدروا يديروا البلد حبيب البلد بتندار ان كنت موجود وما ان كنت موجود في مين يديرها؟ وانتو يا طائفة هالسنية ما فهمت انا لاش بدون يقاطعوا؟ بيجي بيقلك انا ما بدي شوفي شو بيغير هالانتخابات اللي بيغير الانتخابات عنا بلبنان شغلة واحدة كل اللي كانوا مقاطعين انو انا ما بدي اذا هالمرة بدون بيخربوا الدنيا وبيقلبوا الدنيا فوقاني تحتاني بس اذا بيقول انا يا خايل اروح بدون يصير يمكن يصير مشاكل وانا بدي اوقف بالصب وانا ما انا بروح بشم الهوى انا وعائلتي حبيبات قلبي الوطن ما بيبنى هاك والامتخابات ما هاك بتمشي شوفوا في ناس برهم مغتربين حتى بابو ضبي انا شوفت شخص وسألوه ثلاث ساعات وايب بالشمس حرارة الشمس خمسة وعربعين مدري خمسين وتم ناطر لحتى راح انتخب انا بس هذا اللي بيحس بي نفسي اني انا ماني قادر روح انتخب هاك لحاك ما بعرف شو بيصير فيني لو كان بقدر انتخب ببيروت لو بقدر انتخب بس شو بعمل ما قادر حبيبات قلبي بس انا بشجعكن تنتخبوا واللي ما كانوا ينتخبوا ينتخبوا وشوفوا كي بتتغير الاحوال وبتغير يمكن ما يقدروا يعملوا شي بالمجلس يمكن لو اجوا تمانين بالمية ما بقدروا العشرين بالمية ما بيخلونوا يشتغلوا ما بيجوا وبيعطلوا وبيشتغلوا يا اخوان بدنا ناس يشتغلوا لهالوطن لهالبلد دعانوا هالبلد قلوك يا اخي في بالكرة الارضية بس سؤال واحد يجاوبني في مزرعة في زريبة في منطقة بالعالم ما فيها كهرباء اسبوع لك مرة انا كنت باستراليا باي سنة لانو انا رحت عاستراليا بالخمسة وسبحين والأربة وسبحين والوحدة وتسعين والأربة وتسعين ما باهر مرة من اي مرة كنا ما قطعت الكهرباء ربع ساعة بمنطقة ربع ساعة تاني ايام الجرايين والشركة الكهرباء تلبنت للعالم حتعوض لن اجرة شهرين ما ياخدوا مننن لانو قطعوا الكهرباء ربع ساعة الله الله نحنا بيقطعوا لبا بيقولوا بدون يقطعوا الكهرباء زيروا الكهرباء عشرة ايام مدري سبعة ايام خافوا من الله خافوا من الله هلا با عم يجيبوا الكهرباء بس اخلاص الانتخابات شو رأيكم انا بيقولوا شو حايثين لانو من بين انو عم يطلبوا بواخر ليجيبوا مزوت وجيبوا فيول ويجيبوا اشي بكرا منرجع منوقع يلي عندو بالردة تكب الاكل يلي عندو مريض بدو اكسجام ما فيه يلي بدو ويجو بقى اصحاب المطارات ببلشوا بقى بدنا نرفع لكونوا بدكنوا تزيدوا نحنا اول شهر رمضان بدو نزيدو لنا هذا زيدوا اخدوا خمسة عشر دولار زيادة زيدوا الكهرباء ساعتان مدري ساعتان ونص هاكي اخوان البلاد كهرباء ما بيه ميه متل العالم ما بقى تقدر تشيل ميه لانو ما فيه كهرباء والستيرات كان ياخد مبلغ صارب ياخد ثلاث مرات ديادة لا كهرباء فيه لا ميه فيه لا طوابع فيه لا قولوك طابع بدو يحطوا عاشا ما فيه اخراج ايد ما فيه باسبور ما فيه قولوك شو فيه قولو حسوا بس قولو خيء باعد انا وقاط هك بحكي مع الحياة يا اخي معقول ان احنا بيهك بلاد ما فيه شي ما فيه شي يه يه لك شو هادا كيلو البنادورة رحنا بدنا نشتري مينة وعربين كيلو البنادورة 8 كيلو الخيار بكذا كيلو بتصدو اشترات نصف كيلو بنادورة طلع واحد كبير واحد صغير بصير هاد هاك كنا نشتري كنا نشتري سحارة بلادورة تقلي زوجتي لشو السحارة اقولك يا مارا حطيهم عصري ينشتربوا عصير بلادورة الله يصيعت فينا نشترب عصير ولك الميمع ما فينا نشترب حبيبات قلبي هادا وضعنا بهالبلاد لابد ان يقضي الله وامرا كان مفعولة قد مطال بده تفراج وبدو ان يجو ناس بقي يحسوا بهالوطن حاجة ما بيحسوا إلا إلا على مصالحهم وعلى أشياءهم الخاصة هيك المرة بيشوفني واحد بيقول لي اتنين كذبين بهالدنيا استاذ بيكذبوا اتنين بيكذبوا قلت له مين قال لي العريس لمن بيكون خطيب خطيب تم يكذب على اليوم العرس بس يتجوزوا يلا طيب ما بيعمل شي من اللي قالوا كذب والسياسي يا أخوهم تم يكذب ليوم الانتخابات بعد الانتخابات ما بقى أنا نسمع منه شي ما هاك يا خلقة السياسة والانتخابات والنواب بالعالم بيجوا هاو متطوعين لأنه كانوا الانسان من طبيعته بيحب عمل الخير وبيحب يساعد وبيحب يساهم بالاشياء بس يا أصدقائي بهالبلد كل واحد بيشتغله مصلحته طيب يا أخي بدي أعرف لما أنا بيجي نائب بيحط له كذا مليون دولار لا يطلع لا منش هشو إذا ما بدوا يلاقي طريقة يطلعون لا ما هاك نيابي خلقت شوفوا بلاد برا كي كل برا عم بطلع رئيس وزراء النامسا رأي عند رئيس وزراء شو اسمه السويد قال عازموا على الغداء والأين حديقة قاعدين جايبين همبرغير قال عم ياكلوا اثنان رؤساء وزراء نحن هان إذا ما حشزوا القتيل وممنوع حدا أي شي ما بيضبط نواب بيكونوا رئيس وزراء ألمانيا مدريء ما بقى لأي رئيس وزراء ويبصار خامس واحد شبه جاي يقبض ما عاشوا من البنك نحن هان ما بيعرف يروح أو أو ما بيعرف جاء العفة ما من البنك يصحب من المكان المصاري نحن هان ما بيقبل لك امبراطور ما بيعيش مثل النائب عندنا شكوا ياه شوفها التقاطل وشوفها التناحر وشوفها الهجوم يا رات واحد بقدم مشروع إلا إشياء هيكة وما لن أحكيكم بقى رؤساء بعض رؤساء الجمهورية العظام اللي بيجوا ع بلادنا يا سلام قبل ما يجي قانون الشيخوخة وينو ها قانون الشيخوخة الشيخوخة وينو ما في قانون شيخوخة بطاقة الصحية بطاقة التأمين بطاقة بيجي هو بده يعمل بيجي ما بيطلع شي بيجي بدهن يعملوا مشروع بيعملون ملايين اللي رات بتروح ما حدا بيعرفوا وين والناس بيجو أنا يا أخي أنا يمكن في ناس في أصدقائي في أصدقائي الحمد لله ما بيحجوني يجيب دواء وكذا أنا عندي صديق مثلي هيك ما تأخذوني بده دواء ما فيه ما فيه ما فيه دواء مش بس ما فيه دواء موجود ما فيه صحة صحية اللي بالعالم أنه في ناس اللي بيبقوا أوضاعهم يعني كتير متذنية أو فقراء توقف الدولة حدهم يا أخي ما فيه حدا بيوا بحد حدا أنا بأعرف مثلا ترابلوس آها ها 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 بدي أحكي على ترابلوس أنا بدي أعرف بترابلوس هالفقر المتقع الموجود وفيه أغنية مناحة بترابلوس وفيه شخص معروف عامل حاله أنه هو شغلي بترابلوس بمليار لأنه المليارات الكتار بخليهم للورات بكرة بيقطلوا بعضهم وبيحرقوا بعضهم وبيصحبوا سلاحة بعضهم ليوزعوا الورطي بمليار بيعيش ترابلوس سنة وبيمنع الجوع ليحطوه من بعد الأنبياء يصلولو ويسعدو ما بيعملها لأنه لأنه ما فيش ما في ما الإنسان يا أخي أخو الإنسان إن حب أم كره والإنسان بدي يوقف حد أخو الإنسان والحياة يا أخي لعطاه أجمل شي بالدنيا لك والله هيك المرة هيك معي ربطة خبز جايبة للبات لقيت واحدة هيك عم تقولي ما عاولت زينة والله أعطيتها إياها ما تتصوروا والله هيك أنا أبطت مليون ليرة قدمة دعيت لي ومبسطتي وبنتها أنا عملت شي يا أخي ربطة خبز كان حقها 3000 شوفوا قداء ب3000 شعرت سعادة ملقتني وملقت الدنيا يا أخي والله ما في شي بيبقى بالدنيا اليوم إجتني شغلة بالفيسبوك عن بقرهن واحد بما معرفوهن بأميركا توففت سلطان بعيد من هان عن عمر 55-57 سنة عم يقول أنا جمعتها الأموال وجمعتها دا كل شي بدنا نتركه من الروح يا رات هاي كنت أقدر أعمل أنا كنت ساعد وهذا بس يا رات أعمل أكتر بس ما قدرت أعمل شغلة لأني إنقذ نفسي وينقذوني من المرض يا أصدقائي والله الحياة حلوة لما بتشوف جارك أو صديقك أو ناس بوطنك ببلدك سعداء هاي السعادة يا أخوة والله السعادة ملا بالمال ولا بتجاه ولا بالعيلة ولا بالأكل ولا بتشرب السعادة بالعطاء ولكن فهموها في ناس ما بيفهموها وفي ناس بيفهموها والله أجمل سعادة في الدنيا العطائية يا أصدقائي بتقول الهجرة صارت الحل الوحيد للشعب اللبناني حتى لو في خطر على حياتهم ما حرام ما حرام هاودي لأهلأ في عدد في شي عشرين قسة 25 جسة من بينين يمكن بعدهم بالمركب والمركب لما نغري بإنجوا قاعدين بقلبه يخي يشوفوا الطريقة تشيلوهن إذا ما عنا إمكانيات نطلب مساعدات من دول الجوار والهوالو بيجوا بيساعدوكن بس نحنا بنعمل كذورة بالبحار ونطلع ونحط كمامات خلاص هاي تهيت هي ما فيه إشيه تكنيقية بدك تعمليه لتلاقي تشوفي فيه فيه أدوات فيه إشيه بتعطيك كل شاء بتحت المي ما بعرف كيف هاي خلاص مرأة علامة نحنا كل شي بيمروا على عشر خمس عشر يوم شي ليه عجنة مثل هاي شغلة البور هاي دي بجمعة أول جمعة عرفنا كلنا كل شي وعرفت العالم شو فيه وعرفت العالم كيف الانفجار صار وعرفت العالم وعرفت كل شي كل ما طالت صارت تغمض ما بقى حدا يعرف شي وصلنا لهلأ صرنا مثل العميان والطرشين لا بقى نعرف شو صار ولا بقى نعرف كيف ولا بقى لا لا ما بتبين الحقيقة لاش بها البلد كل شي بيصير ما لازم نعرفه لاش ما بيصير هلأ بيجي اللي بده يجي المفروض كان رئيس جمهورية ولا شي أنا برأي يقسم يا مين انه هال يخيقولي ثلاث أشياء شيخوخة والبطاقة التموينية والبطاقة الصحية وهالي يحطن قبل لك ما بهمت أنا لخي يحطوهن لهالناس ليش الناس بده بده تموت من لأنه ما عنده ما عنده دواء وما عنده تاكل ما عنده وين صارت هادي شو بنعمل الله قدرنا هاك بيعتنا ناس ما بيهمهم إلا جشعن وطمعن ومصلحتن وبده يكون عنده فيلا وشاري وبيت وياخت وطيارة يخي ما حسد الله يوفقكم بس هوا يكونوا بطريقة شرعية مش بطريقة جلا جلا أدي سحب الشعور أنك عم بتموت لتفلم بلدك يا حبيبتي في أصعب من الإنسان فيرق أهله وبيته ووطنه وعيشته اللي عايشها بد يروح ع بلد تاني لا بيعرف طريقتها ولا بيعرف عاداتها بد يبلش يعمر بجديد نفسه وبيته وأهله أو إذا راح شاب أو رجل بترك عائلته بيروح عمينا مونيك تعطر لاش بيروح؟ لأنه بدتوا يعيش ما فيه سبل العيش بهالبلد وانه المصانع؟ كان فيه كام مصنع هربوه كان فيه كام مصنع على عم يشتغلوه ما بيلبوه نحن يا أختي بلادنا فيها إذا بيزرعوه نحن كان البقاع كان اسمه إهراءات راما كانت راما تاخد أمحة وتاخد أشياء من لبنان شوفي بتلاقي بور يعم يزرعو دوار شمس يعم يزرعو حشيش يعم يزرعو كرسنة شو هدا؟ لا ما بيزرعو أمح لا ما بيزرعو مزروعات تستفيد منها كل واحد بده بقصر فيه يا يهيجر يا يسيفي تصوري فيه مقيمين باللبنان أكتر من اللبنانيين سوريين وبلسطينيين ومصريين وكل البلاد العربية والعالمية موجودين هون أهلا وصالة باللي بيجي بيجي مصطاب بيجي يعد بيجي ما بيجي بيأخذ محل اللبناني اللي بده يشتغل بهذا ما بيصير هاي ما بيصير بالعالم ما بعرف أنا نحنا كيف كيف مركب عقل اللبناني ما بعرف بس حطي عطب شيء بالسياسة أنا لبناني وأنا وأنا يا أختي اللي بيحب وطنه ويضحي ما قلني لك مرة إجو لها سليمان تنتين نسوين عم يتخانقوا على ولد هادي بتقول لبني وهاي بيقولوا ألا وقفوا ما تزعلوا قرب يا بجيبها الساب قصوا بالنص عطي كلوا حدي قلوا لا قلوا لحدي قطلوا دخيلك دخيلك لا عطيها يا عطيها يا قال لفا إذا أنت أمه عطوه يا إلا أنت محتالي ملك أمه نحن بها البلد اللي بيغاروا على البلد وعلى خرابانه هالي اللي بدهم يضحوا مش كلل كلل بيحكوا بالله ما فيه هذا لبلده وهذا لحزب وهذا لمنطقة وهذا لدولة وهذا لهذا ما عطر ما عطر هالدولة اللبنانية ما قالها إلا بسيط بسيط بيحكوا فيها بس ما بيطلع بإيدهم يعملوا شي لأنه في ناس في المصاري يا أختي غريبة هالحياة ما عط فيه وطنية ما عط فيه أخلاق ما عط فيه شي كله صار مال بالمال بتشترك كل شي بالمال شو بدي قعد يحكي لك قصص عن المال أنا عملا إنه شو بتسوي بنفسيات البشر أخوان الدولار ورق كدش ورق كدش ورقة الكني ناكس ورقة كدش انتبهوا لا تتأملوا فيه ما بتعرفوا أي ساعة إذا كل دولة ما بتقبل تبيع بضاعتها إلا بأسعار عملتها راح الدولار الصين بدي يعني الروس بدهم باليين الألماني بدهم بالألماني اليابان بالياباني كل واحد بدهم بعملتو شو بيصير بالدولار يلي معه الدولار بيروح بيقعد فيه الحمام انتبهوا وعملتنا ما حدا كلها بالدولار ملتهيلي بالدولار في عالم نطرة الدولار قد يدفعوا لها مبلغ أخينا تعرف مين تنتخب شو بتقلهم قال لي بيرتشي يعني مع الترين هاو أنا بعرف واحد قال لي يا صلح قلت له شو حتنتخب قال لي يا أخي اللي بيدفع لي قلت له ولو قلت له ما بيدفع ما عميش تريك بكرا بيبيعك قال لي يعني ما بيعين البلد كله قلت له طيب شو بديو يعمل لك هالمبلغ اللي بتاخده زاهد شو بيعمل لك قال لي يا أخي إذا كان أنا ما قادر جيب ربطة خبز ما عم بقدر أشتغل مثلي أنا عاجز مثلا عمروا 80 سنة بدوا دواء ما حدا بيجبلو والجمعيات اللي كنا أنا شوفي كي بيفوت لوحد من شغلة لا شغلة بتجي شمعيات وين هالجمعيات اللي أول ما بلشت الحادث صرنا شي بروس شي بلا روس شي بطراتين علاب شي بمجامع شي بالخبي شي خدوا 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 دواء وإلى لك هلأ تجي لجمعي حب الدواء ما بق فيه يمكن نفد اللي عندون بس بقصد أنا ما بق فيه حدا بهالدنيا قدر يساعد إنسان إلا لا يبيع ضميره ويديع وجدانه ويبيع أخلاقه ويبيع وطنه لا يقبض 50 دولار أو 100 دولار شو بتي عملي يا أختي أنا قلت لهم من زمان إنه بيجوا بيجوا هاو هالي يعملوا ميليشيات بالعالم أنت كيف هالي بيعملوا ميليشيات أو مرتزقة تيجي دولة بتقول أنا بدي مرتزقة بيجوا من دول العالم لا ببلده ما عم ياخد 100 دولار المرتزقة بياخد 1000 دولار بيقلك بروح انمتت الله لا يريدني بيدفعوا لعائلتي وأنا كل شعر 1000 دولار وإيه كل شعر ابنين بروحوا تكتر بقى هالمنظمات الإرهبية والأدب العالم وبتجي إدارات بتعتبرية بتدورهم هي وبتعمل حالة هي ضدهم هايدي كلها صارت معروفة هالإشياء هايدي مثل هايدي بالانتخابات بيجي واحد عندي صدي بينتخب بالجنوب قلت له شو حت انتخب قال لي والله يا أخي إذا بدي روح بالسيارة بتكلفني تانك تانب بيزين مليون ليرة ما بيجي يا يعبوا لبنزين يا يعطوني مليون ليرة فإذا نشعنا الحاجة أم الاختراع والحاجة هي اللي بتخلي الإنسان يتنازل عن بعض الإشياء المعيشية بهذه الحياة بالماضي يا أختي وقت اللي خلقت الدنيا كان الإنسان لا في مصاري ولا في عموة كان يزرع وياكل يشوف حيوانات يقتلها وياكلها ويطعموا بعضهم ويسعدوا بعضهم والقبيلة عايشة والقبيلة اللي عندها أكتر من التانية تغذي عليها تاخد له هذا وعايش العالم وكبرت وصارت مليارات ومشي رجعوا عملوا هالعملة والعملة صارت بقى فزت العالم وفزت الدنيا واللي ما معه مصاري ما بيدري عايش واللي معه ما بيفكر إنه يساعد إذا لقى إنسان بحاجة للمساعدة دخل الجشع والطمع والغيرة والحسب والنميمة صاروا من حياة الناس شي يومي وطبيعي حبيبات قلبي بدي أقولكم يوم الأحد بتروحوا على صناديق الاقتراع وإنتوا يلي ماعتبرين إنه أنتوا ما رح تنزلوا وما بيعني كل الانتخابات وخلي مين ما بدوا ينتخب ينتخب نحنا ما حننتخب إنتوا إذا بدكن تنزلوا بتغيروا هالأربعين أو الخمسين بالمئة إذا نزلوا بتغيروا وقالله يقويكن ويعطيكن ويحمي لنا هالوطن اللي اسمه لبنان